ازيك يا دكتور اخبرك ايه؟ الحمد لله يا ربنا دكتور انت عندك كم سنة يا دكتور مصطفى اول سؤال كده؟ اه اعز اعرف جدا يا شكلك صغير بس ما شاء الله سمعت انك نيجح جدا ربنا يخليكي انا الحقيقي عندي 35 سنة ونص تقريبا يسه صغير جدا يا دكتور طبع انت بدأت بسنترز واعتجبها يعني اللي هو كل حاجة من بارة وتقنيات من بارة وتقنيات حديثة ولا بدأت ازاي؟ لا يمكن انا اول مرة حد يسألني السؤال ده انا صورت مع يعني اغلب النجوم والفنانين محدش ابدا تطرق للنقطة انا بحب عرف الحاجة من اول الحقيقة انا بدأت اول ما بدأت اشتغل المينة دي زي اي طبيب انا والدي كان دكتور ووالدتي دكتورة بس هم بشري اه ووالدي كان مرتاح ماديا ما شاء الله يعني ووالدتي بس هو كان ما بحبش يساعدني ماديا خالص يعني ساعدني معنويه قلت له عايز افتح ايادة اول ما اتخرجت قال لي لا ما ينفعش اشتديك فلوس وبتاع عايز تفتح روح الاول انت بقى اتمرن واشتغل وافتح مع نفسك لكن انا مش هديك فلوس تفتح ايادة يعني بدأت زي الدكترة بتتمرن في عيادات وبتتمرن وانتوا في الجامعة وبعد كذا طلعت تشتغل في عيادة بعد كدت تفتح ايادة اه بزي ده اللي حصل معي اتمرنت مع دكتور اه يعني انا ما بحبش اقول اسامي بس لازم اقول اسمه لان انا هو رجل عزيز على قلبي جدا واعتبر استاذ لي اسمه الدكتور يوسري ظريف هو دكتور عظيم جدا في مجال طب الاسنان وهو كان درس في امريكا معامش استير ودكتور رامل هناك وده اللي خلى دايما نظري او عيني راحل امريكا ايوا ده اللي خلىك عايز تروح لعمريكا ايوا اسألكش معنى امريكا وش معنى السنان في امريكا والفرق بينها وبين هنا اه كان الكلام ده من حوالي 14 سنة وكان هو تعامله في المركز بتاعه غريب جدا احنا كنا 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 طباء اسنان ساعتها ما نعرفش يعني ايه طب اسنان ولا تخصصات كنا دكتور الاسنان هو بيعمل كل حاجة ده عارفها ويخلع ويحشي ويزرع ايه شغال اي حاجة بيعملها فهو لا كان جايب الناس متخصصة في كل حاجة كان جايب حد لده وحد لده انا كنت طبعا معجب جدا بدا وتعلمت من المركز ده كتير للامانة جدا ومن الاسات ذا اللي كانوا موجودين فيه وكان عندي دايما شغف وحب ان انا اروح انا كمان امريكا ادرس واتعلم واعمل زيه تب روحت امريكا وانت عندك كم سنة؟ يمكن الناس هتتصدم وانا عندي 28 سنة ونصة اول ما خلصت واتمرنت وفتحت عيادة ورحت اول ما جمعت فلوس رحت مسافر ما فتحتش عيادة الاول؟ انا كنت لا ما انا هقولك بقى انا بدأت الاول هنا مش بعيدة اشتغلت في المركز ده كنت اسيستنت زي ما بيسموه اللي هو بينظف الادوات ده سكشن اللي هي الترند المرمطة ده بس انا ضده دلوقتي بحبش اشغل حقا بس اهو تعليمي ادرس بيعلمش قد ما هو بيتعبك ويحسسك بالتعب شوي بس هو بيخليه قبل ما يشتغل بايد اه بالضبط قلنا بنقف فعلا ثلاث شهور وبعد كده ويفنا اسيستنت حوالي ثلاث شهور وبعدين بدأنا نتعلم بقى بس هو الميزة ما كانتش ان انا مجرد او اسيستنت انا كنت كل حاجة في العادة بسجلها عندي في النوتس بتاعتي درجة ان مرة الدكتور جي لقاني موجود ساعة سبعة الصبح هو كان بيجي تسعة فديت بتعمل ايه من سبعة قلت له لا انا بسجل النوتس اللي احنا هنعملها مين الحالات اللي جاية هيعملوا ايه ايه الماتيريال اللي موجود هنشتغل بيها فاستغرب جدا وبقى بيحبني قوي لدرجة ان هو سماني الجوكر بتاع العيادة قال ده يشتغل في اللي خايف على شغلنا اللي قلبه على شغلنا وفكان هو الحقيقة استاذ كبير يعني وكان بيعزني جدا وانا كنت بحبه جدا بصراحة يعني وبعد كده سبته لحت لها امريكا عمالك صغيرة خالص كده كانت يعني كان فيه دكتور اطفال فاتح عيادة فانا اخدت معاه قوضة عشان ما كانش خايف بقى ما حدش يجيدي ما حدش يعرف يا رميات اه دي حاية فكان كنت بشتغل على الحالات بتاعته يعني حد جاي يكشف اطفال فيكشب بقى اسناني لا ده تتخش اسنان بقى اه وفعلا اشتغلت اعملت شغل كويس الناس عبيتني الحمد الله بعدها حد طلب ان هو يشاركني في سنتر كبير اه قال لي يعني هو شف ايه هو كان انفستور يعني مستثمر فقال انا عايز اعمل مركز اسنان وهيس حد شاطر او فرشحوه يعني الناس رشحته ان انا اروح اعمل قالوا له دكتور ده اجربه شاطر وطموح جدا وفعلا خدنا عملنا سنتر مستوى عالي جدا وحاجة طحفة طبعا فنية وقعدت فيه سنة كنت انا المانجر بتاعي سنتر وانا عندي 25 سنة بدير السنتر كان مشغال معي اسادزة في طب الاسنان انا اللي بقولهم الحالة دي هتروح تقويم دي هتروح بس ما كنت بخافة اقولهم ان انا 25 سنة عشان الناس بتستاثر اعمل معين دلوقتي بيتاموا جدا بالشباب يعني الشباب بقت اغلبين هوا مكوادر طبعا فقضلوقتي الدنيا اختلفت تماما اه فكنت شغال في عياتي شغال منجر للسنتر ده وشغال مع الدكتور يوسف فانا كنت بتعلم منه الادارة في المجال يعني ادارة ازاي العيادة والعيان ازاي بيتعامل وطبقها في السنتر واشتغل بايدي في عياتي وقعت تلات سنين وقعت تلات سنين على الحال ده عياتي كبرت الحمد لله سبت السنتر فتحت عيادة اكبر بعندي تلات عيادات في الشيخ زايد ساعتها انا فاكر والتلاتة في نفس المكان اه اه لان انا كت عيادة البيفرلي اللي انا كنت بشرف فيها وعيادتي انا الشخصية وكنت بقى بأسس عيدة تانية للتصوير لان كنت بصور برنامج في طب الاسنان ساعتها وبعد ما جمعت فلوس قررت بسرعة ان انا اطلع على امريكا لان انا كنت ااخد حاجة اسمها البورد الامريكي وافتح بقى عيادتي هناك فتحت عيدة اناك اه فتحت عيدة في 2018 طب ايه الفرق بين هنا و هناك يعني الكلينت نفسه بيعيز ايه المريض عايز ايه الفرق بين امريكا ومصر شوية في الطب الاسنان يعني احنا الحمد لله برضو مصر فيها يعني دكاترة متميزين جدا واسادزة كبار كتير بس هما يعني يمكن في امريكا فيه ادارة كويسة جدا فيه رقابة كويسة جدا فيه اشراف جامد جدا لان اقضي الزوق العام لان هما هناك برا بيعملو سنانهم زينا ولا بيعملوا اي برا هما بيعملوش سنانهم البنييرز والكراونز والحاجات دي هما ضد دي احنا نبرد قبل ما نعملها دي مدارس اه دي بدأوا يتاجه هما للحاجات دي مؤخرا وما بيطبلوش عليها قوي لان الانشورنس مش بيغطيها اه وبيضطروا يدفعوا 20 ألف 30 ألف دولار فيقول لي خلق مش هعملها ممكن هعمل وايتنين بس مثلا بس بيكتفوا بالوايتنين وبالغسيل الكويس والكلام ده كله واسنانهم مش محتاجة يا دكتور ولا زينا محتاجة يعني التجميل لكل البشر ما فيش في مشكلة بس هما بسبب القست المرتفع للتجميل ما كانوش بيقبلوا عليه قوي وفي نفس الوقت هما كمان يعني بيحبوا سنانهم الطبيعية جدا يعني انا ارخص بكتير البنيارز طبعا طرق كبير في السعر هتقول لي عشان كده الناس كورا بتعملها يعني مش مهم بتبقى سيلابريتي او ستار مهم ان انا هعملها مش هزو ما بقى نجمة بس انا عايز عمل سنين يا بزفت انا عايز اقول لحضرتك انا بيجيلي كيسز من امريكا عندي طبعا على الصفحة من انجلترا من المانيا من النمسا من هولندا كل دول جايين من انحاء العالم يعملوا على اسنانهم عندي في العيادة ودي حاجة انا يمكن موثقة عندي على الصفحة الحالات اللي هي بتيجي مخصوص من اماكن بينة جدا يعني انا عندي فعلا حد والله جايلي موضل امريكانية جات قالتلي انا جاي مخصوص اعمل سناني عندك تخيالي درجة ايه قالتلي انا عندي ده اغلب دكاترة بيعملوا البرد مفيش غير اثنين تلاتة بيعملوا بدون برد وبياخدوا في سن اربعة تلاف دولار قالتلي انا جاية تذكرة الف دولار وهعمل سناني بألف وخمسمائة دولار وارجعتين يحيانا بيقولوا انه بلاش يعني لازم نعمل برد عشان ما بقاش فيه ضب بقاش فيه الاني بتبقى ثيك قوي طبقة طخينة اه دي مدارس في طب الاسنان احنا طبعا بناحترم كل المدارس الموجودة في طب الاسنان بس احنا بنقول دايما هشرح لك هديك مساء البسيط اول ما بدأنا نعمل تراديشنال فينييرز اللي هي كانت بالبرد دي كنا بنبرد 1.2 يعني ميلي واثنين من عشرة ما نقولك بقى دا كاترة بدأوا وقالوا لأ دا كتير قوي طبقة الدينتن تكشفت السنة هتلته بغضبوز قال لك خليهم 0.7 ورفع القشرة وطور المكن وطور اللازم عملوها 0.7 بقى دا كاترة طائرة يقولك بنبرد 0.7 شوية قال لك كتير المينة تشالت برضو والدينتن تكشف قال لك خليها 0.3 الدكتور دلوقتي يدبها يقولك أنا ببرد 0.3 رفع الورقة النهاردة قال لك ما تبردش دا كده هيعيشوا بطأم يعني يا بوعت لا قدر الله إن السنة الأهم حاجة السنة الطبيعية اللي ربنا خلقها ملهاش مثيل طبعا طبقة المينة معمولة بإتقان رهيب ربنا سبحانه تعالى خلقها بدقة متناهية لا إحنا نفسنا مش هنفهم ويا اللي زبطة الويش بالكناينز أو النيابة اللي بتبقى موجودة ويا اللي زبطة الابتسامة ومخارج الألفاظ إحنا ما نقدرش طبعا إحنا ما كبشر مهما كانت دقة الماشينز بتاعتنا ومهما كانت الدكتور دا مين مش هيقدر يديكي حاجة اسمها الكمال اللي هو ربنا عم بلسنة المتقفلة إزاي؟ مفيش حاجة بقى اسمها اللي ستوقع تجيب دم كده وتلاقي الأكل بيقع ويتحشر والفلوس والووتر جات والفورش لا إنتي سنانك ربنا مقفلها لك تقفيلة مش محتاجة كل ده؟ مش بس كده الإحساس بتاع السنة الطبيعية مش زي إحساس الحاجة الارتفيشل عشان كده الترند في أمريكا وفي إنجلترا دلوقتي كله إنه هما بيقولوا يا جماعة رفعوا الحدثات رفعوا المارجنز عشان الأكل ما يترقمش وعشان ما تعملش الضب اللي الناس خايفة منه وبعيدوا عن الألوان الفتحة شوية خليكوا في الألوان الناتشرال عشان ما تديش إنعكاس للضوء جامد فتبين السنة حجمها كبير إنت هتروق بقى دكتور اللي ده في فترة اللي جاية صح؟ بالأجيزة اللي هتجيبها بالحاجات دي كلها ده برضو حاجة مهم عشان أنا عريص عليها الدكتور اللي أنا بتعمل معامل أمريكا هو نفسه عنده فولورس كتير على الصفحة عنده وعنده عادة في نيويورك وفي دبي أنا بعمله العياتين هيبقوا شراكة ما بيني وما بينه واحدة في التجمع واحدة في زايد هو نفسه تكلم على البريبلس اللي هو بدون برض وقال إحنا بنعمله في كيسز معينة وده فعلا حقيقي الحالات اللي هي عندها سبيسز فراغات الحالات اللي هي أسنانها صغيرة الحالات اللي هي ما عندهاش بروز الحالات اللي هي البايتريزز يعني عنده عضة كده عايزين نرفعها شوي كل ده نقدر نعمله بدون برض نهائي للأسنان قاله جدا طبعا وطبعا ده يبقى أنا بعتبره من وجهة نظري هيبقى تفره في طب الأسنان ايوه بتحفز على نفسك بتحفز على الحاجة اللي هتعيش معك وفتعيش معك سنين واسنين طبعا لأن ستيل الفنييرز لها عمر الكراونز لها عمر لكن السنة اللي ربنا خلق أهالي دي أنا ضد بصراحة إن أنا ألعب فيها وأنا طبعا ما بعتريتش على الوجهات النظر الثانية اه فيه هي ما لعيز يبرد بس قرعتها اه بش عايز براحته طب ايه الأجهزة اللي انت هتجيبها جديد اه الأجهزة بقى أنا حريص في الامبلانت احنا موفرين سيستم أمريكي في الامبلانت اه بيقدر بنقدر نحمل نعمل الامبلانت في جلسة واحدة اميديت لودنج بالأباتمنت بالكراون بكل حاجة يعني بيطلع من العيادة ودعا في ساعتها بس نجسلت شهورة على الزرعة ولا تلت شهورة على الزرعة واللي هيعمل الكلام ده مش أنا طبعا أنا مش متخصص في الامبلانت ده دكتور معا دكتورا من بوستون جاي هيعمل الامبلانت دي في جلسة واحدة وان ساشن ابقى طالع بالدرس طالع بالسنة كلها واو السنة واقعا اه الجدر بالأباتمنت بالكراون مش بس كده التقويم أنا جاي بدكتور برضو واخد دكتورا من ألمانيا بيعمل التقويم من ثلاث شهور لأربع شهور بس أنا برضو عشان ابقى صريح معاكي الحاجات دي مش هتناسب كل الكيسز دي الكيسز معينة بيبقى بعد طبعا دراسات وإشعاعات بنقدر بقى نقرر هل دي ناسبه الكلام ده ولا لأ ومش بس كده التجميلها كمان موفرين العدسات اللي هي مش العدسات القديمة اللي هي كانت بدون برض لأ العدسات الإيماكس اللي بدون برض اللي هي اللي هي بتاخد بريق الفينيرز والكراونس وفي نفس الوقت بتبقى رفايعة كده الجهاز اللي نازل جديد ده بيقدر يرفع العدسات دي للسمك اللي كان العدسات القديمة بتوصله فإحنا كده عملنا برضو طفرة في النقلة في الماتيريال الناس اللي كانت بتشتكي من العدسات القديمة انها بتصفر وما بتعيش كتير لأ وفرنا العدسات الجديدة اللي بدون برض اللي هي ما بتصفرش وما بتتكسرش وبتعيش فترة أطول وفروعك هتبقى فين؟ هتفتح فين؟ احنا عاملين في التجمع والشيخ زيد مبدئيا دول يعني أنا ما بحبش الفروع الكتير بأمان عشان أنا ما سبيش محافظات يعني هو التجمع والشيخ زيد ممكن اسكندرية بس مش دلوطة هل؟ هل؟ لأن أنا ضد مبدأ الاستثمار أو في طب الأسنان أنا عامل ده عشان أنا بلاحظ هل أنت كنت بتقول لي كده تحت الواء قبل يعني قبل ما نسجل تحت الهواء تقول لي أنا أنا شايف أني وفدت بأخير أكتر ما هي بيزنس يعني إيه؟ أنا ده سؤال جميل ودي حاجة أنا نفسي أتكلم فيها وكويس أن أنت يعني أثارتي النقطة دي لأن أنا مؤمن من جوايا أن الهدف الأساسي من الطب مش الفلوس ولا الربح بس بردو أنت بتشتعى لشان تكسب؟ أنا الحمد لله يمكن مرتاح مدين والدي أوفى الله يرحمه وسعيب لنا الخخير كتير بس أنا الفلوس مهمة مع أن نقدرش ننكل بس هي أساس مهنة الطب مش الفلوس يعني هي مش قائمة على أن أنا أقدم لحضرتك خدمة علاجية مقابل مبلغ مددي لأ هي أساسها أي من أنا أقدر أساعد أي حد بيشرفني من غير مأزي من غير مضره وفي نفس الوقت من غير ما أحمل عليه عبء التكلفة المادية الباهزة يعني أنا بشوف السواب أنك تخلي يعرف ينام ألم السنين دي من أكتر الحاجات المؤلمة الواحد فعلا ممكن ما ينامش طبعا لما وشه يورم لما يتعب لما فيه خراك يبهندلق ده كارثة أنا عندي بنات كتيرة نفسهم يجملوا أسنانهم في الجامعة آآ يتصلوا بيا آآ يا دكتور أنا نفسي أعمل بريسز سألت عن دكتور قال لي سبعين ألف خمسين ما هيش لو أنت بتعمل كيسز للخير يا دكتور ها بنعمل طبعا طبعا أنا عندي بس ما أقدرش إلا وعروسة لو واحدة دخل على الجامعة آآ ما أقدرش نقول ده طبعا لأن ده ممنوع نقوله لأ ليه يا دكتور ممنوع لما حد بيبعث لي بيني وبينه بعمل ليه ممنوع نقوله علشان اللي بنعمله ده للأسف الشديد ممكن بيقى محرج فما ينفعش إننا لا ممكن ما نقولش بس نقول إن إحنا بنعمل سر وعلنية إحنا بنعمل خير طبعا والناس تبقى عارفة إن إنت لو أنت فعلا كيس زي دي ممكن نوصلك بدكتور مصطفى ونعمله طبعا دي حلوة قوي دي أنا بساعد أي حد وعلى فكرة فيه ناس بيبعتولي كتير على الصفحة أهو الله يبعتولي من غير ما حد يعرف حتى بيجو بيحملوا سنانهم من غير ما يدفع حاجة سواء لانسل سواء تقويم لو عندي أيام ما كنا بنعمل التقويم بس بتسأل الأول صح؟ بتسأل الأول عن حالته الكتماعية تسأل أول وعملها ليه؟ أنا ببقى ما أنا عندي تراست في الناس عشان بصريح معاك لو حد يجي قال لي أنا مش مقتدر بسدقه حتى لو هو مقتدر بس أنا من جوايا ببقى بعمل الحاجة دي لربنا سبحانه وتعالى فما ببقاش حابب إن أنا قاعد أشككه أو أحاسس إن أنا أشكك فيه لا أنت مش قادر خلاص أنا أساعدك وده هنفزه عندي في المركز أنا أعمل أكاديمية بالتعليم الطلبة أطبعاً أعلم الطلبة العلم الجديد والريسنت والأبديتس كلها علشان أنا لازم أساعد زميلي لأن أنا كنت في وقت محتاج حد يساعدني ما كنتش ساعد بلاقي حد يقول لي إيه الجديد ما كنتش ممكن ألاقي حد يفهمني أعمل إيه؟ أنا فعلاً اقتنعت بحضرتك مليون في المينة وأنتريكي قلت لك بص أنا عايز أعمل دي عشان الخير عشان الناس اللي بتسمعنا منظري بتشوفنا لو حد فعلاً عايز يعمل حاجة وهو مش مختدر أو مسمي باله أزمة نفسية أو تعبية أنت هتعملها له فخلاص أنا مبسوطة وكده بس ربنا يخليك أنا ده أهم حاجة فعلاً بشوفها في مجالي إن أنا أساعد الناس مش بس أشيل عنهم الألم أبسطهم أنا ببقى سعيد جداً لما أعمل لحد أسنانه وتبقى عجباء وشكلها جميل ومن غير ما يحس أنه هو جبر خواطر ده وسواب حلو طبعاً من غير ما يقولي أنا ما يحس أنه دفع مبلغ كبير أو كوست عالي عليه آه ممكن نكسب بس أنا مكسبي أو رأس مالي الحقيقي مش في الفلوس الدعوة الحلوية دعوة أنت لو دخلت على اليوتيوب عندي أو الفيسبوك هتلاقي أغلب البوستات بتاعتي المتابعين بتوعي بيدعولي اللهم بيالك يعني مش داخلين بيسألوني الناس داخلها بتدعيدي بتقول لي ربنا يبرك لك عرفتنا فاهمتنا آه فدي أنا باعتبارها بصراحة رأس مالي الحقيقي في الثلاثتاشر سنة والالربعتاشر سنة اللي أنا شغالهم في طب الأسنان طبعاً ده الرأس المالي الحقيقي أنا حتى كنت عملت حملة للتوعية بالحفاظ على الأسنان الطبيعية السليمة وكنت سعيد جداً أن ناس كتيرة تثقافت بالحملة دي للأسف طبعاً في بعض الأطباء اعترضوا وبعضوهم اقتنع وأنا لقينا أن طب الأسنان مدارس فما قدرش أكبر وجهة نظري على أغلب الناس لكن أنا لقيت الحقيقة إشادة كبيرة جداً من الصحافة اليوم السابع من الفنانين من الناس حتى من النقابة بتاعتنا أطباء الأسنان لقيتهم الحمد لله يعني على وعي كافي والحمد لله كنت سعيد جداً أن النقابة بتاعتنا كمان بتساعد الشباب الجديد ومع الفكر الجديد وضد ضرر الأسنان ومع الحفاظ على الأسنان فدي يمكن من الحاجات اللي أنا بعتز بها جداً في مصر هنا في بلدي إن إحنا الحمد لله برضو استيل فيه خير واستيل مش معناً فيه حد معترض على كلامي لأ لقيت إن لأ فيه ناس بوقفة معي والله هتنشي بإرادة الله يا دكتور أنت لو فعلاً عملها خالص الواجهة اللي خلاص مشيت لو مين وقفها لك انسك وحتى أنا في النهاية يعني دايماً بقول لأي حد بيشرفني العيادة أنت عايز تسألني على أي حاجة اسألني عايز تعرف سعر المادة اللي أنا شغال بيها هقولك عايز تعرف المعمل بياخد كم أنا ما عنديش حاجة أخبيها على العيانين متوعية أخير سؤال عايزة أختميه معي أمريكا أرخص ولا هناك المواد أنا بقى لأني عندي كباستي عندي فضول أعرض هقولك على حاجة قدريتك بتجيبي الموبايل بتاعك بـ 1500 دولار أمنوا في أمريكا بـ 1300 حوالي 200 دولار إحنا عندنا المتيريال على فكرة كده إحنا مثلاً بنجيب الامبلانت بسيب كذا في أمريكا بتبقى أرخص حاجة بسيطة كده مع إنه بتتعامل في أمريكا بـ 4000 دولار إحنا بنعملها في مصر بـ 5000 جنيه ممكن نجيب المتيريال من أمريكا وننفذ هنا بأدين مصري ها يعني أنا مش عايزة أصدمك دلوقتي الامبلانت بـ 5000 جنيه إحنا بنعملها بـ 5000 جنيه بنكسب فيها ها إحنا بنشتريها من أمريكا جايبينها من أمريكا هم بيستخدموا نفس الامبلانت دي بيعملوها بـ 4000 دولار فرق المكسب بقى عامل إزاي أه طبعاً عشان كده في طب الأسنان أنا بقول دايماً المتيريال مش غالية الغالي وجهة نظر الدكتور هو عايز يغلي عايز يرخص عشان كده أنا دايماً الحالات الخيرية اللي بنعملها ما بتبقاش مكلفانة كتير فهمتي لكن هي مكلفانة طبعاً مجهود وتعب بس بتسعدي الناس وأنا عايز أبقى تابع معك حالات الخير دي إن شاء الله ده شرف لي تانك يا دكتور إحنا نصور تاني لو في أي حد مع حضرتك طبعاً يشرفنا إن شاء الله بإذن الله يا رب أنا بقى سعيد أن أقدمه وأقدمه أحسن حاجة أقدر عليها إن شاء الله من غير طبعاً ضرر ومن غير أي مشاكل لي طبعاً لا بس نبقى قولنا إن إحنا فعلاً بنعمل خير وبنساعد الناس شن ربنا يساعدنا شكراً لك نوارتين يا دكتور ربنا نخليجي أنا سعيد جدا بك شكراً شكرا